إلى جابس الأنين يتجسد التعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدني في أحسن صوره خاصة إذا تعلق الأمر بالمحافظة على رافد من أهم روافد التنمية بالجهة وهنا نقصد الوحاة التي استلزم الأمر ميثاقا وطنيا لحمايتها انتظمت بمدينة جابس بمبادرة من جمعية سيانة مدينة جفصة بالتعاون مع الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بجابس ندوى جهوية حول مشروع المثاق الوطني لحماية وتنمية الوحاة التونسية الدولة أفقدت هيكل المجتمع المدني منها الجدوى متاعه اليوم إن شاء الله نقوله يعود الدر إلى معدنه يأخذ المجتمع المدني وتبوى المكانة اللازمة والمهمة لصيانة الوحاة أولا المحافظة على الاندثار ثم النهوذ بالوحاة هذا الميثاق يعتبر بمثابة أعلان وطني يهدف إلى الاعتراف بالمنظومة الوحية بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية أهمية الوحاة الساحلية هذه هي تراث عالمي إنساني اللي نشوف فيه اليوم معناها يندثر من معيوننا ومنها المسؤولين والسلطة بصراحة ما مخذوش للإجراءات اللازمة ميثاق من شأنه يمكن من وضع نظام قانوني خاص بالمنظومة الوحية بالبلاد التونسية بما يساعد على وضع حد للتدهور الذي تشهد هذه المنظومة بفعل عوامل عديدة وحاة تونسية ككل نجد أنها وصلت إلى درجة من التدهور جد كبير معنا ينبأ لقدر الله بإزالتها من الخارطة تماما وهي صيحة فزعة نطلقها نحن الوحيين من أجل لفة النظر خاصة وزارة الفلاحة وزارة البيئة وكذلك وزارة الثقافة واحد جاب الساء التي تعد ألواح البحرية الوحيدة بسواحل البحر الأبيض المتوسط تقف خير شاهد على التدهور الذي شهدته المنظومة الوحية والحاجة باتت أكثر من متأكدة لحمايتها من الاندثار ترجمة نانسي قنقر